موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصفة الرابع الابتدائي درسني اليوم يونت 7 لسن 8 اليونت السابع الدرس الثامن عنوان الدرس the big bike race سباق الدراجة الهوائية الكبيرة موجودة بصفحة 104 من كتاب الطالب صفحة 102 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب الاسمالستاد طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي كذلك يتم دشر هذه الحلقات عبر بيجنا على الفيسبوك للستاد طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية إذا تقدرون تلقوموا خلال هذا المعرف بصفحة 104 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة the big bike race سباق الدراجة الهوائية الكبيرة listen, look and read استمع, انظر, وقرأ بداية هذه قصة قصيرة بنهاية كل يونت نحن متعودين لنناخذ قصة وهذه القصة المتعلقة بهذا اليونت لكن هذه القصة بعض الأساتذة يعتبرها قصة مهمة جدا بعض الأساتذة يجيبها بالامتحان الأصغاء يقرأ القصة مرة مورتين وثلاثة ويجيب الأسئلة المتعلقة بها اللي هي عبارة عن أسئلة يس ونو اللي رح نشرحها إن شاء الله بكتاب النشاط بعد دقائق وبعض الأساتذة يجيبها بالامتحان التحريري بالسؤال الأول يجيب القصة كاملة اللي هي هذه القصة ما يغير بها أي شيء ويجيب كذلك أسئلتها المتعلقة بها بكتاب النشاط فقط الأسئلة لإجاباتهم بيس ونو لذلك هذه القصة أو القطعة جدا مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي نحاول نفهمها ونحفظ أسئلتها رح نستمر المقطع الصوتي تبعوية بعدها رح نشرح القطعة ونوضح مفرجاتها ونحل الأسئلة المتعلقة بيها نستمر المقطع الصوتي وشي تبعوية 145 The Big Bike Race listen, look and read 1 It is summer and it's time for the Big Bike Race 2 Everyone is going to ride in the race 3 It's a long race Everyone is doing exercises 4 Has everyone got a bike? I haven't I don't like riding You can borrow my bike 5 Karim hasn't got a bike but his brother has and he is going to borrow it My brother is taller than me but I can ride his bike 6 What do the children need for the long race? It is going to be hot We need water We need hats 7 What do the mums and dads say? You must help your friends You must ride carefully You mustn't go too fast 8 It's the big day Everyone is ready to start the race 9 Karim is in front Youssef is behind him The other children are slower 10 Everyone is shouting loudly Come on, Karim Well done Hurray 11 Oh no Karim has fallen off Youssef is helping him Are you okay? It was a stone Quickly Let's go 12 It's the finish Who is first? It's Karim and Youssef together They are both first It is summer And it's time for a big bike race It is a long race It is a long race It is a long race للمعلومات الخاصة بالقطعة لأن بعد قليل الأستاذ رح يسألنا أسئلة شفوية متعلقة بهذه القطعة Everyone is doing exercises والجميع يقوم بعمليات التمارين قبل بدء السباق Has everyone got a bike? هل لدت جميع دراجات؟ فهنا لنا تقول I haven't يعني أنا ما عندي دراجة هوائية فترد عليها نادية تقولها I don't like riding أنا لا أحب قيادة الدراجة الهوائية You can borrow my bike يمكنك استعار الدراجة الهوائية 5. كريم hasn't got a bike كذلك كريم ما عنده دراجة هوائية But his brother has لكن أخوه لديه دراجة هوائية And he is going to borrow it وهو سوف يستعيرها من أخوه My brother is taller than me أخي أطول مني But I can ride his bike لكن يمكنني أن أقود دراجته 6. What do the children need for the long race من الذي يحتاجوه هؤلاء الأطفال لهذا السباق الطويل It's going to be hot سوف يكون الجو حار نحن نعرف إذا كان الجو حار فنحتاج أثناء السباق إلى water فلينا تقول we need water نحن نحتاج إلى الماء We need hats ونحتاج كذلك إلى القبعات على متقين من حر الشمس 7. What do the moms and dads say ما الذي يقوله العباء والأمهات اللي واكفين يشاهدون هذا السباق You must help your friend هذا الشخص الأول يقول يجب أن تساعد صديقك You must try it carefully يجب أن تقود بحذر You mustn't go too fast يجب أن لا تسرع في السباق أو لا تقود بشكل سريع إذن هذه وصايا الآباء والأمهات اللي قاعدين يشجعون أولادهم بالسباق 8. It is the big day إنه اليوم بالكبير Everyone is ready to start the race الجميع مستعد لبدء السباق كريم is in front كريم في المقدمة يوسف is behind him ويوسف خلفه The other children are slower وبقية الأطفال يسيرون بشكل أبطئ Everyone is shouting loudly الجميع يصرخ بصوت عالي Come on كريم هيا يا كريم Well done أحسنت Hooray مرحى Number 11 Oh no كريم has fallen off كريم سقط على الأرض يوسف is helping him ويوسف قام مساعدته Are you okay يوسف يقول لكريم هل أنت بخير فكريم إجابة It was a stone لقد كانت صخرة هي التي أسقطتني Quickly Let's go يريد عليها يقولها أسرع فلنذهب نكمل السباق Number 12 It is the finish إنها النهاية Who is first من الذي كان في المركز الأول It's كريم ويوسف Together كريم ويوسف سوية هم اللي كانوا في المركز الأول They are both first كلاهما كان الأول بعتبارهم واحد ساعد الله هذا ما يقص هذه القطعة استمعنا المقطع الصوتي تبعنا وياه قررنا مثل ما قرر بالمقطع الصوتي وبعدها وضحنا مفردات القصة الآن ننتقل لكتاب النشاط يقول لي Read the big bike race اقرأ قطعة أو قصة سباق الدراجة الكبير Again مرة أخرى Tick وضع صح To the answers على الإجابات كل سؤال منطيني بإختياره أو وضع صح على الإختيار الصحية Number one When is the bike race متى كان السباق الدراجات summer في الصيف لو winter في الشتاء هذا السؤال سهل أكيد كان في الصيف وضحناها بداية الدرس What is the race like كيف يبدو السباق long طويل لو short قصير ذكرناها مرتيا أن السباق كان long طويل How's everyone got a bike هل كان رجل جميع دراجات ذكرنا أن لينة وكريم كان معدهم دراجات لذلك أقول No لم يكن لدى جميع دراجات Leena hasn't got a bike لم يكن لدى لينا دراجة Yes no no ننتبه للأسئلة الخاصة بالYes وNo لأنه ممكن مثل ما وضحنا أنه تجينا بالامتحان التحريري بالسؤال الأول أو بامتحان الأصغاء نكمل لينة لينة لم يكن لديها دراجة نعم نعم كان معدها لينة دراجة فهوضع صح على اليس نادية likes riding a bike نادية كانت تحب قيادة الدراجات الهوائية ذكرنا أن نادية هي اللي انطت دراجتها اللينا ليش لأنها ما تحب قيادة الدراجة الهوائية لذلك قلنا لا نادية لم تكن تحب قيادة الدراجة الهوائية نكمل الأسئلة هل كريم سوف يستعير دراجة والدة ذكرنا بالقطعة أن كريم رح يستعير دراجة أخوه وليس والدة لذلك أقول ما الذي يحتاجه الأطفال في هذا السباق أو سباق الدراجات الهوائية ذكرنا بما أنه كان الجوحار فهم يحتاجون للووتر الماء والهات القبعات فأوضع صح على الهات وكذلك الووتر يحتاجون السويتس حلويات أكيد لا سكارفز أو شحة كذلك لا لامنيت عصير الليمون أكيد لا وكوكيز معجنات كذلك لا نمبر 8 الأمهات والأباء كانوا يصرخون يجب أن تذهب بسرعة ياسلونه ذكرنا أن جميع الأباء والأمهات كانوا يقولون يجب أن تذهب بسرعة يجب أن تقود بحذر وليس بسرعة كبيرة لذلك أقول لا نمبر 9 يوسف كان الأسرع كريم خلف يوسف الإجابة صح لو خطأ ذكرنا أنه كريم كان في المقدمة ويوسف خلف كريم وليس العكس لذلك الإجابة لا نمبر 10 كريم is the winner and يوسف is the second كريم كان هو الفائز ويوسف كان في المركز الثاني الإجابة صح لو خطأ ذكرنا أنه كريم ويوسف كلاهما كان في المركز الأول لذلك الإجابة no هذا ما يخص هذا النشاط نشاط مهم جدا أحاول أحفظ الأسئلة المتعلقة بي خصوصا الأسئلة لإجاباتها بيس أو no لأن مثل ما وضحنا من الممكن تجيني بامتحان الأصغاء أو بامتحان التحريري بالسؤال الأول يجيب للقطع ويجيب الأسئلة المتعلقة بيها أجاوب عنها أما بيس أو no ننتقل للنشاط الآخر write the missing words اكتب الكلمات الناقصة كل جملة منطينا مياها ثلاث اختيارات you can borrow my bike أنا فراغ أحب قيادة دراجات الهوائية يمكنكي أن تستعيري دراجة الهوائية هاي الجملة من قالها؟ قالتها نادية إذا طلعون كتاب الطالب راح تعرفون الحل don't I don't like riding don't هي الاختيار لأمثل للجملة I don't like riding أنا لا أحب قيادة دراجات الهوائية يمكنكي أن تستعيري دراجتي number two my brother is taller فراغ me أخي أطول فراغ but I can't ride his bike لكن يمكنني أن أقود دراجته شنو الكلمة المناسبة؟ of أكيد لا than معناها من أطول مني نعم أخذ لذان احنا أخذناها ببداية اليونت الأول أنه إذا أردأ قارن بين شخصين فصفة المقارنة يجي وراها than than معناها من number three we فراغ هات نحن فراغ قبعاد شنو الكلمة المناسبة للفراغ where نرتدي have نحظى لو need نحتاج أكيد يحتاجون للقبعات فأقول need number four you must ride فراغ يجب أن تقود فراغ quietly بصوت هذه غير مناسبة carefully بحذر نعم يجب أن نقود بحذر slowly ببطئ كذلك من الممكن أن تكون مناسبة للجملة لكن carefully انذكرت بالقصة number five you فراغ go too fast أنت فراغ تذهب بسرعة كبيرة مصنت يجب أن لا تذهب بسرعة كبيرة نعم أكيد هنا أنا نقول يجب أن لا تذهب بسرعة كبيرة must غلط وكان كذلك غلط number six سادسا فراغ on kareem فراغ يا كريم شنو الكلمة المناسبة للفراغ let's on kareem غير مناسبة do on kareem كذلك غير مناسبة come on kareem نعم come on معناها نهاية number seven فراغ you ok هل أنت بخير شنو الاختيار المناسب للجملة are أكيد فأقول are you ok هل أنت بحال جيد أو هل أنت بخير number eight it was a فراغ لقد كان فراغ ballon نفاخ snake afa lost stone عجر شنو اللي وقع كريم عرفنا اللي وقع كريم هو stone هذا ما يخص هذا النشاط كذلك هذا النشاط نشاط صفي يسأل الأستاذ بداخل الصفكة تحضير يومي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي فقط نجاوب على الأسئلة المتعلقة به من خلال فهمنا للقطعة هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا به قطعة مهمة جدا استمعنا المقطع الصوتي تبعنا ويا قرأنا مثل ما قرأ بالمقطع الصوتي ووضحنا مفرداته جاوبنا على الأسئلة المتعلقة به وقلنا أنه هاي من الممكن نجينا بالامتحان الصغار وكذلك بالامتحان التحرير بسوء الأول ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استسارة أو ضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوا معي على حسابات الموجودة معكم على الشاشة